يعني يقدر واحد دلوقتي خلاص ماشي في شغله وفي كاريره ومثلاً يبتدي يدخل الـ AI مثلاً في شغله دلوقتي دي أهم حاجة يعني الـ AI هو الـ هو الـ هو الـ هو أهم حاجة النهاردة ولازم كلنا لازم نشوف إزاي الـ AI هيأثر على شغلنا وإزاي هل هيفيدنا في الشغل ولا هيضرنا في الشغل يعني فيه شغلنات كتيرة هتندسر مع الـ AI منها المحامة منها الـ منها في حاجات في الطب دي الـ بتاع الدوة وكلام ده كل ده هيتأثر بالـ AI فمهم جداً إن إحنا نشوف إيه الشغلنات اللي هتتأثر وإيه المكاسب اللي هتيجي في الفترة اللي جاي من الـ AI ورأيك إيه الشغلنات اللي ممكن الـ AI ما يأثرش فيها؟ برضك أي حاجة هقولها لك النهاردة ممكن بكرة تتغير فما تخدنيش يعني على إنه هو ده أنا عارف كل حاجة أنا يعني من المفهوم الأولي على التأثير بتاع الـ AI المانيفاكتشرينج مش هيتأثر الكونسركشن مش هيتأثر الـ Health Care اللي هو الـ After بعد العمليات اللي هو النيرسرينج والتمريد والكلام ده كل ده مش هيتأثر الشغلنات اللي very special زي السباك زي يعني يعني فيش بعض الشغلنات كده يعني مش هتتأثر من الـ AI أول ما ظهر خالص خفت منه ولا قلت هستخدمه؟ أنا بس أسمر فيه أنا براهن عليه من يعني من 15 سنة بس اللي حصل بعد شات جي بي تي كمبليتلي غير العشرة سنين اللي فات حس الناس بتقولك AI وأنا شغل بالـ AI وأنا مش عارفة الـ AI ده كان عبارة عن سبراتشيت مكتوبة بطريقة كويسة يعني excel sheet مكتوبة formula مكتوبة بطريقة كويسة لكن النهاردة الـ generative AI هو بقى اللي انت بتجيب data من lake of data هو ده اللي إحنا كلنا بنحاول نفهم إن إحنا نعمله إزاي فإحنا كل واحد فينا في خلال سنة أو سنتين هيبقى له co-pilot أنا عايز co-pilot في التعليم هلاقي co-pilot في التعليم عايز co-pilot في الصحة هلاقي co-pilot في الصحة فالتغيير في الفترة اللي جاية هيبقى يعني سريع جدا كل حاجات اللي أنا كنت باحلم يعني مثلا أنا كنت باستثمر في الأدوية زمان مش مقتنع إن الدواء محتاج 12 سنة عشان يتعمل يعني أنا مش قادر أفهم يعني إيه 12 سنة عشان نعود نعمل دواء فاستثمرت في الشركات العادية زي فايزر وكده زمان يعني ما وصلتنيش لأي حاجة وبعدين استثمرت في شركات زي زي شركات البيوتك بعدها بقيت تخلي مثلا الـ 12 سنة 8 سنين وبعدين بقى لقيت شركات زي موديرنا استثمرت فيها من قبل الكوفيد وكده علشان هي promised إن هي هتعمل علاج بالكمبيوتر وفعلا انت عارف هي عملت الدواء بتاع الكوفيد ده في كم يوم؟ في 3 يام الـ 6 شهر اللي أخدتهم لحد ما الفاكسين طلع ده عشان الاختبارات والـ FDA approval والكلام ده لكن الدواء اتعمل في 3 ايام فالنهار ده كل واحد عنده مرض بتقدر تعمله دواء معين مخصوص لي بس غالي إن شاء الله في المستقبل هيبقى رخيص يعني التطور في التكنولوجي هيفيد البشرية في حاجات كتير وهيدرنا طبعا في حاجات يعني أنا مش عارفها لكن يعني في إن شاء الله استفادة كبيرة في الوقت اللي جاء شكرا شكرا